مرحبا أصدقائي وإياكم حارث المهندس في هذا الفيديو سأرى كيف تحاولون أو طريقة تحويل المبالغ المالية وايضا استلام المبالغ المالية عن طريق حسابك في بنك زراعات فقط يعني عن طريق الويسترين يونيوم بدون ما تحتاج تروح للمكتب أو إلى شركة لتحويل أموال مثل ما تعرفون وراء من تيشار فيروس كورونا حاليا أغلب المكاتب معزلة وأيضا أكو منع وحضر للتجوال فشون تقدرون تستلمون مبالغكم بدون ما تراجعون أي مصرف أو أي بنك بس قبل كل شيء أهم شيء أنه لا تنسون تشتركون بالقناة وخليكم ويانح أول شغلة تحتاجون تسوها طبعا هذا البنك هو بنك زراعات الكل عرفة هو تقريبا أكثر بنك مشهور حاليا في تركيا هو البنك مثل البنك الوطني أو هيتشي أول شغلة تحتاجون تسوها أنه تنزلون التطبيق منتع التليفون اللي هو هذا مثل ما تشوفون أمانكم اللي هو اسمه زراعات موبايل طبعا تنزلوه والناس اللي منزليه ومدى تطلع لهم الخاصية يقدرون يحدثوه وبعدها راح تطلع فهيسا راح ندخل على البرنامج سحوي تسجيل دخول طبعا هنا لازم تكتبون رقم البطاقة مالتكم ومن ثم تكتبون الباسورد هنا وهيسا مثل ما سوينا دخلنا رقم البطاقة ودخلنا الباسورد ندخل على البرنامج طبعا راح يدزل رسالة التأكيد للخط مالتك لازم ندخل الرمز أنا حاطة الخط بهذا التليفون فراح ندخل الرمز واللي هو 483 738 قل لأ دخالي مثل ما تشوفون هذه هي الواجهة الرئيسية للتطبيق أو الواجهة الرئيسية للبرنامج هناك كمية الفلوس اللي عندك موجودة بالحساب وهناك ذا بالدولار وباليورو احنا اللي راح نستعمل او اللي راح نحتاجه هذا الفيديو تروحون على القائمة اللي هي هاي المينيو نضغط عليها مثل ما تشوفون تطلع لكم هاي الخيارات نختار الخيار اللي هو ثاني واحد اللي هو ماني ترانسفير تحويل الأموال ندوس عليه هذا مثل ما تشوفون هاي الخيارات واخر واحد طال لكم وستران يونين واللي كاتب يمن يون يعني جديد يعني هاي خدمة او خاصية جديدة تقدرون تستعملوها راح نضغط عليها فهنا راح تطلع لنا هاي الشاشة يقول لك شنو اللي تريده تريد تستلم الأموال او انه تريد ترسل الأموال ومدة التحويل يعني انت اذا كنت شخص محاولي لك الأموال ومنها تريد تستلمها في تركيا فتضغط على الريسيف ماني انت اذا كنت شخص يعني انت تريد تحول الأموال من تركيا لغير مكان فتضغط على الخيار الثالث اللي هو سند ماني احنا راح حسا مثلا لنفرض احنا راح نريد نستلم أموال راح نضغط الخيار الأول راح تطلع لكم هاي المعلومات الامتي سين انفورميشن والسندر كونتري يعني شنو يعني معناته هنا تكتبون الرقم رقم الوصل مع التحويل يعني شخص اللي يحول لكم المبلغ مثلا لنفرض شخص اللي يحول لكم مبلغ من العراق عن طريق الوسترونيونيون راح يطلع وصل هذا الوصل برقم يكتب الرقم هنا وهنا يختار البلد اللي يحولون من عنده الأموال يعني مثلا العراق وهنا نكتب الرقم وبعدها ندوس next راح يأخذنا الخطوة الثانية واللي هي مثل التأكيد على المعلومات انه شنو شغل الشخص اللي يرسل لك الأموال وهكذا وبعدها تكملون تقولوا لها next ويتم التحويل وتستلمون وصل الألكتروني يندز إلى بريدكم الألكتروني هسا هذه بالنسبة لإستلام الأموال بالنسبة لتحويل الأموال فنجعل الخيار الثالث اللي هو send money ندوس عليه راح تطلع لكم هنا recipient name وreciebent surname وreciebent country هنا اول خيار اللي هو تكتبون به اسم المستلم طبعا اسم المستلم اللي لازم تكتبوه أو اسم المستلم يعني من تريدون تستلمون انتو أموال لازم نفس الاسم في الجواز انتبهوا على هاي النقطة لازم الاسم يطابق الاسم الموجود بالجواز فانتبهوا على هاي النقطة لأنه إذا يصير خلل فما راح يقبلون بعملية التحويل وال surname اللي هو اللقب يعني أول شي تكتب الاسم الثلاثي ومن ثم ثاني حقل تكتب اللقب وثالث حقل تكتب بالدولة اللي تريد تحولي لها الأموال وتسوي لها نيكست اللي هو يعني التابع وتبدي بتحويل الأموال وهذا هو كل الملخص اللي تحتاجوا عن طريق بنك زراعات البنك المشهور في تركيا واللي مدى ياخذون عليه نسب عالية تقدرون تحولون بالأموال عن طريق الوسترن يونين أتمنى إن شاء الله يا ربي يكون فاتكم هذا الفيديو أهم شي لا تنسوا تشتركون بالقناة ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي السلام موسيقى اشتركوا في القناة